أصلاً تعارف لما حتى كنا بنتكلم قبل ما نبدأ على طول الفقرة بتاعتنا كنا بنتكلم أنت بتفكر بأنهي ثقافة بتفكر بالثقافة المصري ولا بالثقافة الصيني فأنت قلتني على حسب عبد الظفت تبقى على حسب إيه؟ بالنسبة لي طبعاً على حسب المواقف وبرضه بالنسبة لي على حسب يعني أن المواقف ده أنا محتاج أرياكت إزاي أو مثلاً يعني أحل المشكلة إزاي أحل الموضوع إزاي دي طبعاً بتفرق فبالنسبة لي يعني حاجات معينة personal أكتر مع تعاملات مع الناس تعاملات مع client partners حاجات زي دي وأنا في مصر بتعامل بصرية مصري أتعامل بقى مع صينيين أو أتعامل مع حاجات ليها علاقة بالأعيادة الصينية culture cini ساعتها لأ لازم أسويتش لازم مضروري طبعاً كم عمل لحد دلوقتي؟ والله أنا هو أنا فعلاً معدتش بس يعني يعتبر كل رمضان في عمل مثلاً تقريباً بغير الأفلام في النص مش متأكد مش عادد مش شغل دماغك دلوقتي بالعدد طب ده كويس ده كويس ده كويس ده رائع جداً لكن هيجي عندي دايماً تعرف سؤال انت تعرف إحنا حتى لما كنت بقولك برضو قبل ما نبدأ الكلام دايماً بيبقى فيه انطبعات يعني اللي هو إيه إحنا أكيد كلنا أو أغلبنا كمصرين بنوعد نفكر بالطريقة إيه أكيد كل الصينيين بيتأملوا على الأقل مش عارف قد إيه في اليوم أكيد كل الصينيين بيلعبوا مارشل آرتس وعندهم لياقة بدنية مهولة أكيد فيه حاجات كده إحنا واخدمها من مجرد مشاهدتنا الأفلام حاجات زي كده وده مش بالضرورة حقيقي بص مبدئياً إن الحاجة يعني هو كل الكلام ده بالنسبة لنا سواء فيديو سواء سواء ميديا ده محتوى فبالنسبة للناس إنها تنجذب لمحتوى لازم يبقى فيها حاجة أتراكتف سواء بقى حاجة أكستريم شوية حاجة ويرد شوية حاجة مقززة أو حاجة يعني يحفز الإنسان لو لا أنا عايزة أشوف إيه القرب ده فيه ناس بتبقى كده فدي بالنسبة للناس بتبقى كده شيء أكدر عشان كده ده الحاجات يعني بمعنى صح السوشيال ميديا مصل هون للأسف السوشيال ميديا بتلعب دور ساعات سلبي في الأكاية دي طبعاً طب فكرت إن أنت تعمل محتوى معين على السوشيال ميديا بتاعك إنت يعني بهاس إنه يكسر كل الأساطير كل الأوهم لا والله أنا يعني الواحد برضو عارف فوق يعني مستوى يعني مش التراجوة دي بس من حوالي بعد التخرج على طول حوالي 2018 2019 الفترة دي كنت جربت عامل شانيل كده صغير حلو على اليوتيوب كان اسمها إهبادلي شكراً إهبادلي شكراً أوكي كنت بحاول لا للصراحة على الأسف كنت عايز يخش يتفرر ساعتها كنا بنجيب شوية تريند حصلت خلال الأسبوع وبنحاول نحطها بطريقة يعني ساخرة شوية عن الهبد اللي بزرط بزرط وطب وقفلتها ليه؟ ساعتها الصراحة هو كنت يعني لسه نبادئ الحتة بتاعت السوشيال ميديا والانوان ماركتينج بحاجة زي كده وكنت في شركة صينية يعني بتعمل أوبريشن لكم أبليكيشن هنا في مصر ودورة العربية عملاً فساعتها قلت يعني نجرب المشكلة كده كده الناس اللي حوالي برضو شجعوني فقلت يلا عملنا حوالي بالضبط خمستاشر ستاشر حلقة أوكي وبعد كده بقى يعني دخلت في الشغل بطريقة أجريسف شوية في شركة ومنتظم والتزام وعشان أنا بتكلم عربي وبتكلم صيني فبقدر أفهم التفكات أو الصينيين عايزين إيه؟ فساعتها بكون يا إما أنا اللي بخلي الناس هما يعني يتصرفون نعمل حاجة معينة نروح لاتجاه معين نتواصل مع كلانك معين أوكي هاي